اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعةكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء هذا البرنامج هو عبارة عن نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده أيضا هو ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع فأهلا ومرحبا بكم هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وفي الإخراج معنا الأستاذ عيسى سبيل وفي التنسيق معنا الأخت نور نزال وتحيات أسرة الأدات في قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي فنتمنى أن تكون حلقة اليوم خفيفة وجميلة وفيها من المعلومات التي تفيدكم مستمعين مثل ما متعودين مناخذكم جولة على أهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية نبدأ جولتنا الإخبارية بخبر يقول صحة دبي تشارك في الأسبوع العالمي للتطعيم تشارك هاية الصحة بدبي بفعاليات أسبوع التطعيمات العالمي الذي يستمر حتى 30 أبريل الجاري تحت شعار سد فجوة التمنيع التحصين للجميع طوال العمر بهدف حماية الأفراد المجتمع من مختلف الأمراض المعدية وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة ناهد منصف مدير إدارة الشؤون الصحية على أهمية المشاركة بهذه الحملة العالمية التي تساهم في دعم وتعزيز استراتيجية الهيئة للوقاية من الأمراض في جميع المراحل العمرية وأوضحت أن هذه الحملة المجانية التي تأتي كإجراء احترازي لتعزيز مناعة الأفراد وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية تستهدف مختلف الفئات العمرية في المجتمع وأكدت الدكتورة منصف على جاهزية الهيئة لتقديم خدمة التحصين لأفراد المجتمع بعد تجهيز كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها وتزويدها بالجرعات الكافية من المطعوم وبالكوادر الطبية والتمريضية والإدارية المدربة لضمان كفاءة وانسيابية وسرعة إجراءات العمل من جانبها استعرضت الدكتورة فاطمة العلمة رئيس شعب الصحة الطفل بإدارة الشؤون الصحية بهذه الصحة بدبيل الجهود التي تقوم بها الهيئة لتفعيل وإنجاح هذه الحملة لتحقيق الأهداف المرجوة منها مشيرة إلى المعرض الصحي الذي نظمته الهيئة بهذه المناسبة والذي تضمن عدد من الانشطة والفعاليات والبرامج المختلفة من محاضرات واستشارات طبية وارشادات صحية ومسابقات وغيرها من الانشطة الأخرى التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض وتشجع أولياء الأمور على تحصين أطفالهم لوقايتهم من الأمراض المحتملة طبعا نحن في حلقة سابقة تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل مستمعين وأيضا أكدنا على أهمية أن اللي ما أخذ التطعيمات يأخذها فالتطعيمات متوفرة للأطفال وللكبار حتى فاللي ما أخذ التطعيمات نتمنى أن يتوجه للمركز الصحي اللي هو تابع له ويأخذ هذه التطعيمات لأنها بتساهم بشكل كبير في تقوية مناتها وأيضا يعني تقي من الأمراض خبرنا الثاني يقول ارتفاع معدلات البدناء مقابل النحفاء في العالم لا حولونا قوت الله خلنا نكرا الخبر أنا دائما يعني الأخبار ما للسمنة هذه شوي تزعجني يقول كشفت دراسة موسعة عن زيادة أعداد البدناء بين البالغين في أنحاء العالم مقارنة بالبالغين الذين يعانون نقصا في الوزن وقارنت هذه الدراسة التي أشرف عليها علماء من جامعة أمبريال كوليج بلندن ونشرت في دراسة دورية هذه الدراسة نشرت في دورية لانسيت العلمية مؤشر كتلة الجسم بين نحو عشرين مليون شخص بالغ خلال الفترة بين 1975 و2014 وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة البدانة زادت ثلاثة أضعاف بين الرجال وأكثر من الضعف بين النساء وقال كبير مشرفين على الدراسة البروفيسور ماجد عزت إن هناك وباء بدانة شديد مطالبا الحكومات بالتحرك لمواجهة هذه المشكلة وكشفت الدراسة التي جمعت بيانات من البالغين في 186 دولة أن عدد البدناء في أنحاء العالم ارتفع 105 ملايين شخص في عام 1975 إلى 641 مليون شخص في 2014 في المقابل أظهرت الدراسة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون نقصاً في الوزن من 330 مليون شخص إلى 462 مليون شخص خلال نفس الفترة وقالت الدراسة إن معدلات البدانة العالمية بين الرجال ارتفعت من 3 فارز 2% في عام 1975 إلى 10 فارز 8% بينما سجلت معدلات البدانة لدى النساء ارتفاعاً من 6 فارز 4% في عام 1975 إلى 14 فارز 9% في عام 2014 وذكرت أن هذه النسبة تعادل 266 مليون من البدناء بين الرجال و375 مليون من البدينات في أنحاء العالم عام 2014 يعني أرقام اتخوضتها أرقام يعني الواحد لازم يقف عندها ما أعرف شو يكون الصرع يعني أنا ما تخيل واحد عمره 15-16 سنة 20 سنة يعني يمشي وكرشة مترين جدام ما يستوي يعني إذا أنت في هذا العمر وتعاني من السمنة باتشار لي كبرت شو بتسوي يا جماعة الخير ترى اهتموا بصحتكم اهتموا بغذائكم مسألة وايد مهمة لأنه 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 الله يعافينا ويعافيكم يا رب عموما خلونا نتكلم على مواضيع الغذائية شو هي تفتح النفس مواضيع الغذائية هاي الدراسات التي يتينا على تقليل السعرات الحرارية يقول في دراسة تقليل السعرات الحرارية مفتاح انقاص الوزن مراقبة السعرات الحرارية التي يتناولها لإنسان في الطعام تعد العامل الأهم في تقليل الوزن وليس نوعية النظام الغذائي وما إذا كان غنيا بالبروتينات أم المواد الكربوهيدراتية طالما كان قليل الدهون هذه الدراسة قام بها جيرمي كريبس المحاضر بكلية طب وعلوم الصحة بجامعة أوتاغو في نيوزلندا وخلصت إلى الرسالتين مهمتين الأولى أنه بصرف النظر عن نوعية نظام الغذائي الذي نصنفه فإن الأشخاص يجدون صعوبة في الحفاظ على التغيرات في عاداتهم الغذائية لفترات طويلة ولكن إذا ما تمكنوا من تتبع نظام غذائي غني بالبروتين أو الكربوهيدرات فسيتمكنون من تحقيق فقدان وزن متوسط وأوضح أن الرسالة الأولى تعطي مرونة وتمنح الأشخاص فرصة اختيار النظام الغذائي الأفضل لهم بل وفرصة التحول إلى نظام غذائي جديد عند شعور بالملل من النظام الأول ورسالة الثانية التي تقدمها الدراسة هي أن مرضى السكري الذين يتبعون نظاما غذائيا يمكنهم من انقاص الوزن يحققون فائدة التحكم في السكر وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين أمراض شرايين القلب طبعا الدراسة فيها الكثير من المعلومات وتم تقسيم المسال هذه أنا أحاول إن شاء الله أني أتكلم عنها بالتفصيل في القادم من الحلقات لكن قلت بعطيكم هذه المعلومات السريعة بما أننا كنا نتكلم عن التقرير اللي طلع ما للبدانة اللي هو ارتفاع معدلات البودانة مقابل أنه حفاف العالم عيسى عندنا فاصل توعوي وبعد الفاصل ما نطلع على الفاصل التجاري وبعدها ما نرجع على موضوع مهم جداً ما نتحدث فيه عن مركز دبي للسكري وبيتواجد معنا في الستوديو إن شاء الله الأستاذ عبدالله جمعة الحلو مدير الشؤون الإدارية بمركز دبي للسكري ما نستعرض معاكم الخدمات التي يقدمها هذا المركز العالمي حقيقة في خدماته فاصل توعوي فاصل تجاري وما أرجع لكم لما تكون أمورنا طيبة نشوف الحياة بالألوان المشرقة إن شاء الله تكون كل أيامك زاهية يا سعيد لكن إذا تشوف الألوان غامجة أظن لازم تزور طريب العيون الحمد لله على نعمة البصر لكن هناك مشكلة ما ننتبه لانتشارها اسمها الماي الأبيض أو الكترة وهي مسؤولة عن 51% من حالات العمى حول العالم يعني حوالي 20 مليون إنسان صحيح يا سعيد الإسم مظلم فالمشكلة ليس في الماي الأبيض إنما بعدسة العين اللي تزيد عتامتها وما تسمح للضوء بالمرور إلى الشبكية إذا حاسس بيتشوش بالرؤية حساسية للضوء تغيير وعتامة بالألوان ونظرك سيئ بالليل اللي أغلب أنه عندك ماي أبيض السبب الرئيسي هو التقدم بالسن وعتامة العدسة ممكن تبدأ بعمر الأربعين لكن تزيد بعد الستين وبعض العوامل تسرع من الإصابة مثل العامل الوراثي السكري التهاب القزحية والتعرض لحادث بالعين والتعرض الزائد لأشعة الشمس القوية وانصحك تلبس نظارات شمسية يا سعيد واكتشوه بعد أن التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالماء الأبيض ضعفين لثلاث أطعاف خذوها النصيحة من طبيب جل زوروا طبيب العيود مرة كل سنة وعساكم دوم بصحة وسعادة صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين تشارك هيئة الصحة بدبي بفعاليات سوق السفر العربي 2016 الذي يستمر حتى 28 من شهر إبريل الجاري بمشاركة أكثر من 2800 عارض محلي وأجنبي من مختلف دول العالم وتضمنت مشاركة الهيئة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تروج لدبي كوجهة مثالية للسياحة العلاجية خلونا نتعرف على مشاركة الهيئة وأهدافها والمشاريع التي استعرضتها الهيئة من خلال هذا الحدث السنوي الضخم والذي يضم رواد وقيادات السياحة في العالم عبر ضيفتنا في الستوديو عفوا ضيفتنا عبر الهاتف مو في الستوديو الدكتورة ليلى المرزوقي مدير ردارة التنظيم الصحي في هيئة صحبة دبي حياتي الله معانا دكتورة الله يحييك صباح الخير دكتورة نحماما ناخذ من وقت شوائد أدري أنك أنت في اجتماع مهم وطلعنات منه لكن ما نتكلم بشكل عام عن مشاركة الهيئة في هذا الحدث السنوي يزاك الله خير وخير محمود على تسليط الضوء على الموضوع هذا ومثل ما تفضلت أن السوق السفر العربي معرض كبير والناس من الدول كثير من الدول العالم يون عشان إمارة دبي عشان يشاركون في المعرض هذا وطبعا اليوم هيئة الصحة في دبي بالصفتها المسؤولة عن السياحة العلاجية في إمارة دبي شاركنا في سوق السفر العربي واللي نحن من خلال وجود منصة هناك وطبعا بالتعاون مع دائرة السياحة والتسليق بإمارة دبي ونحن اليوم طبعا نعرض في منصتنا في المعرض هذا الشبكة الإلكترونية اللي أطلقناها وهذه الشبكة الإلكترونية الطبية الشاملة الأولى على مستوى العالم اللي ممكن السائح العلاجي يومي ممكن السائح العلاجي يومي إمارة دبي يومي إمارة دبي ممكن أنه يروح على الشبكة هذه ويحصل على كل المعلومات اللي يحتاجها بقصة العلاج في إمارة دبي سواء من الباقات العلاجية أو التأشرات السياحية لإمارة دبي أو للتأمين الصحي أو من أي حجوزات للفنادق وكذلك حجوزات لأبناء قلة الرئيسية للإمارة وهي طيران الإمارات هاي كلها موجودة هاي المعلومات على الشبكة الإلكترونية وخلالها هاي ممكن أن السائح العلاجي يروح على الشبكة الإلكترونية ويحجز كل المطلبات الخاصة اللي يحتاج عشان الإمارة دبي وقصة العلاج كذلك نحن أطلقنا الطبيق الذكي لشبكة الإلكترونية هذه اللي هي على الأندرويد دي أكس إتش فممكن عندهم الأندرويد ممكن أنهم ينزلون الطبيق الذكي هذا وكذلك شيء جيد أنه سويناه أخو المحمود أنه نحن خلال سوق السفر العربي اللي مثل المتفضل بيستمر لغدا في تاريخ 28 نحن عندنا اللي بيدخل اللي بيدخل الويب سايت الشبكة الإلكترونية دي أكس إتش دوت إي ممكن أنه يسجل ويدخل معانا لاستحب على آيفون سيكس فهذا تشجيع للمستمعين والليايين الإماراتي بقصة العلاج بأنهم يدخلون على الشبكة الإلكترونية وتجفون الخدمات اللي تقدمها الهيئة الصحة مع شركاتهم الاستراتيجيين في السياحة العلاجية جميل جدا طيب دكتور أنت ذكرتي أن تم استعراض الشبكة الإلكترونية وهو أحد الأهداف اللي تسعى إليها الهيئة من خلال هذه المشاركة هي ترويج لهذه الشبكة لكن هل هناك أهداف أخرى من خلال المشاركة في هذا المعرض؟ طبعا نحن هدفنا الرئيسي من خلال المشاركة في المعرض هذا أننا نروج لإمارة دبي كوجهة عالمية للسياحة العلاجية طبعا هم 2800 شركة مختلفة من الدول أنحاء العالم كلهم يعني يوم بيشوفون منصتنا ويوم بيعرفون أن دبي شو تقدر تقدم في المجال الطبي طبعا هذا شيء يكون شيء جيد لنا وأن مجرد ما أنهم يدخلون الشبكة الإلكترونية ويعرفون أن دبي موجودة على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية هذا بيزيد عدد السياح اللي بيون الإمارة دبي بقصة العلاج جميل دكتورة يعني دبي هي واحدة من أسرع المدن نموا وازدهارا ومناخل استثمار في دبي أيضا من أقوى الأنظمة العالمية بشكل عام أيضا دبي يعني تتميز بالاستقرار ومقاومات الأمن والأمان وتوفر بنية تحتية قوية فيها الشفافية في اللوايح التنظيمية والسياسات هذه الأسس اللي تقوم عليها هذه المدينة العالمية أنتوا في هيئة الصحة أيضا وفرتوا بناء على هذه الأسس كل مقومات الاستثمار في المجال الصحي هنا أبغى استعرض معاك يعني أهم الأشياء التي الهيئة وضعتها لجذب المستثمرين في المجال الصحي وجذب الاستثمارات العالمية في المجال الصحي وأيضا وضع إمارة دبي كأحدى الوجهات على السياحة أو خرطة السياحة العالمية هي نعم الاستثمار في القطاع الصحي طبعا القطاع هذا لا يختلف عن أي قطاع ثاني في إمارة دبي من ناحية الحيوية والنشاط ونحن شفنا في الفترة اللي طافت أن القطاع الصحي في نمو وازدهار مستمر يعني المستثمرين يوني الإمارة بعداد كبير ومستثمرين يعني في مجالات مختلفة في المجال الطبي وبعض المجالات هذه تكون مجالات يديدة وأنا أسميها يعني فيها الابتكار وطبعا نحن في هيئة الصحي في تبي نبا نشجع الاستثمار في قطاع الطبي في الإمارة ليس فقط التشجيع عن طريق أن نجذبهم لا فقط ليس فقط عن طريق جذب المستثمرين بل أن نباهم حتى المستثمرين هذي اليوم بيون الإمارة الأمور تكون متيسرة لهم المعلومات اللي محتاجينها المتوفرة لهم وكذلك أنهم نخليهم أن نقدم لهم التسهيلات كلها بحيث أنهم يتمون في السوق وما يغادرون السوق بعد فترة وجيزة لأي عقبات إذا ممكن نتواجههم فنحن نسهل عليهم العقبات هذه ونوفر لهم البيئة المناسبة للتمرارية والقطاع الطبية في الإمارة الحمد لله في نمو هذا الدليل على أن أخو المحمود في السنة اللي طافت عدد الطلبات اللي حصلناها لفتح إيادات ومنشآت صحية يديدة في إمارة دبي كانت بمعدل منشآة وحدة كانت تفتح في إمارة دبي منشآة صحية كانت تفتح في إمارة دبي سنة لطافت بمعدل منشآة كل يوم ونصف يعني هذا شيء طيب بعدين نتكفنا أن المنشآت الموجودة في السوق اليوم المستشفيات الخاصة قامت تقدم على توسعة في المستشفيات ومنشآت المستشفيات الجنرال الهوسبتر الشي سامونا مش التخصصية كانت تتحول للمستشفيات العامة قامت تتوجه إلى التخصص يعني حين ما شاء الله في إمارة دبي عندنا منشآت تخصصية في الطفل مثلا عندنا في في العظام في الأمراض الأعصاب فالتوجه صاير بهذه الطريقة طبعا نحن يوم عندنا أن التوجهات المنشآت الصحية تتوجه إلى التخصصية فهذا يزيد من الكفاءة ومن توفير المعلوق الخدمات الصحية وهذا يشجع السائح العلاجي أنه يأمارة دبي بقصص العلاج صحيح وهذه يعني للأمانة تقدم خدمة متطورة في هذا المجال وأيضا مثل ما ذكرتي تشجع السائح أنه يأتي لإمارة دبي لتلقي العلاج وفي النهاية دكتورة يعني هذه الأمور بشكل أو بآخر تصب لمصلحة ما بقول المريض لمصلحة العميل هي نعم أكيد دكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي نحن شاكرين لك وقتك وسامحينه يعني على أن ضلانات من هذا الاجتماع لكن دائما دائما ما تكون المواضيع عندك حيوية تبغين تضيفين شيء قبل أن نختم دكتورة أهي بس بغيت أطلب من المستمعين بأنهم يدخلون على الشبكة الإلكترونية DXH.ae ويسجلون سمهم هناك ويكون إن شاء الله ويكونوا معنا فرصة أنهم يربحون بآيفون 6 نستوي ندخل نشارك بعد دكتورة أليم ليس لا ليس لا عيسى يسأل بعد يستوي عيسى أولوية للغير أحبوما نحن نحن لا نشارك دكتورة لا ندخل الموضوع حق المستمعين اللي يبغي شارك على DXH.ae هنا فعندكم فرصة أنكم أنتم تفوزون بهاتف آيفون صحيح دكتورة يلا هنا شكرا جزيلا دكتورة أليم رزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي وأيضا مستمعين نحن بعدنا عند الوعد بعد الفاصل موضوعنا القادم مركز دبي السكري مع الأستاذ عبدالله جمع الحلو مدير الشؤون الإدارية بمركز دبي للسكري فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعاتكم المميزة إذاعة نور دبي مستمعين في ابتكار يقولون في بنكرياس صناعي لمرضى السكرية قالت نتائج دراسة بريطانية أنه تم ابتكار بنكرياس صناعي تجريبي يجري توصيله بهاتف ذكي لمراقبة مستوى السكر في الدم ليفرز الأنسولين بصورة آلية وقت الحاجة وذلك للبالغين المصابين بداء السكر من النوع الأول أشارت النتاج لأن البنكرياس صناعي الجديد أكثر فائدة من المنتجات المطروحة بالأسواق حاليا بعد تجربتي على مجموعة من 12 بارغا من المصابين بالسكري وذلك على مدار اليوم لمدة أسبوع كامل مع مقارنته بالأجهزة التقليدية وتحسن بصورة كبيرة مستوى السكر في الدم ووصل إلى مستوى المتوسط الآمن مع الاستعانة بالبنكرياس الصناعي لدى البالغين وذلك بنسبة 72% بالمقارنة بنسبة 53% باستخدام أجهزة القياس التقليدية الأخرى طيب أنا ليش قريت هذا الخبر لأن أبغي توجه للحديث عن مركز دبي للسكرية هذا المركز الذي يعد أحد المراكز التخصصية المتطورة والمتكاملة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وقد يكون على مستوى منطقة الخليج وحتى ما استبعد إذا ما كان على مستوى الوطن العربي وذلك في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للمرضى وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية إذن هذا المركز يقدم نفسه كنموذج متميز يعكس التقدم الطبي الذي تشده دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص نحن آثرنا اليوم أن نتكلم عن هذا المركز بعيد عن مرض السكري كمرض لا ما نتكلم عن الخدمات والإنجازات والفئات العمرية اللي يخدمها هذا المركز ودوره في رفع الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع فمعنا في الاستوديو والأستاذ عبدالله جمعة الحلو مدير الشؤون الإدارية بمركز دبي للسكري حياك الله معنا الله يحييك أستاذ محمود وشكرا على الاستضافة والحقيقة يعني شكر خاص لك أنت من الأشخاص اللي مهتمين كثير جدا بالنسبة للتوعية بالنسبة لمرض السكري وطبعا لك دور حيوي كثير جدا في هذا المجال فشكر خاص لك الله يسلم كرب هذا واجبنا أخي عبدالله يعني خلنا ندخل في صلب الحوار في البداية خلنا ناخذ فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للسكري ناس يعرفونها تقريبا لكن خلنا نذكرهم فإن الذكرة تنفع نعم مركز دبي للسكري مثل ما تفضلت أخي محمود يعني الحقيقة من المراكز المتخصصة مركز متكامل مركز شمولي من المراكز اللي يعني يعمل على مثل ما تفضلت بقوانين وبروتوكولات وإجراءات عالمية نحن منذ افتتاح المركز لين اليوم مستمرين على نفس مستوى الجودة ونفس مستوى الخدمات اللي نقدمها مركز دبي للسكري فريد من نوع الحقيقة يعني مثل ما تفضلت سواء على مستوى الإمارة على مستوى الدولة حتى يعني غير متواجد بالأسلوب اللي موجود في مركز دبي للسكري على يعني مستوى دول خليجة والدول العربية لأن المركز يعني المريض يوم يوصل أو الإنسان اللي مصاب يوصل بالسكري جميع الخدمات وجميع الاحتياجات وجميع الدعم اللي يحتاجه بحيث أنه يدير حالته بشكل ذاتي موجود في مركز دبي للسكري مركز دبي للسكري مركز شمولي مثل ما تفضلت لأنه فيه تسع أطباء استشاريين متخصصين في السكري والغدد الصمى الطبيب على أساس أنه يعالج الإنسان المصاب بداء السكري لا يستطيع أن يعالجه بشكل شخصي لا بد أن يتوفر معه فريق طبي متكامل لهذا السبب نحن عندنا ثلاث محاور ثلاث أعمدة أساسية في مركز دبي للسكري اللي نحن دائما نعتمد عليه في جميع الإجراءات وجميع الخدمات اللي موجودة عندنا في مركز دبي للسكري ألا وهي الأولى المريض اللي هو الإنسان المصاب بداء السكري بمحور أساسي الثاني فريق العمل اللي بنتكلم عنه بشكل أكثر والثالث اللي هو الاستمرارية في العلاج فهذا هو المبدأ اللي تم الحقيقة يعني تشكيل أو إنشاء هذا المركز المتكامل ففي المركز يعني يتم إدارة حالة الإنسان المصاب بالسكري وليس فقط علاجه لأن إدارة الحالة نحن نقصد فيها أن يأخذ الحالة حالة الإنسان المصاب بالسكري من جميع نواحيه لأنه مثل ما تفضلت يعني ممكن أن يصاب الإنسان البداء السكري إلى مضاعف هذا الداء السكري اللي هي تكون في كثير من الأحيان أخطر من الإصابة بالمارض نفسه فنحن من البداية نقوم بمتابعة هذا الإنسان من جميع النواحي الجانب التغذية جانب التثقيف الصحي جانب فحص دوري للشبكية العين جانب الفحص الدوري للعناية بالقدم الأمور الأخرى العلاجات بحيث أنه نحن يعني يكون عندنا الإنسان المصاب بالسكري ولكن أنه يعيش حياة صحية يعني خالية من المضاعفات السكري فهذا هو الأساس اللي نحن نشتغل عليه كمنهج في مركز دبي للسكري اللي هو منهج فريق عمل فيحضر المريض ويتم إدارة حالته وليس فقط علاجه بواسطة فريق طبي يعني متكامل جميل إذن الإنسان وفريق العمل شو المحور الثالث؟ اللي هو الاستمرارية في العلاج الاستمرارية في العلاج هني أنت شرحت الإنسان وشرحت فريق العمل الاستمرارية في العلاج شو اللي تقصده؟ الاستمرارية في العلاج بحيث أنه نرجع وأنه نقول أنه مركز دبي للسكري مركز متميز ومركز له برنامج علاجي مختلف الحالة العادية بحيث أن المريض يوم يذهب إلى الطبيب مثلا يتم مقابلة بواسطة الطبيب ويتم تشخيصه بواسطة الطبيب ويتم علاجه ومواعيده إلى هذا الشبه ولكن في مركز دبي للسكري مثل ما قلنا أنه يتم متابعة الحالة بواسطة فريق عمل طبي النظام المتكامل اللي عندنا نحن في المركز أن المريض أول زيارة له يوم يوصل المركز ويتم متابعته مع طبيب ألف خلنا نقول جميع زياراتها السابقة تكون مع نفس الطبيب مع نفس الأخصائي التغذية مع نفس أخصائي التثقيف الصحي مع نفس طبيب اللي هو يفحص شبكية العين وعلاج القدم الفكرة من الأساس هذا بأن الإنسان المصاب بداء السكري عند المرض مثل ما نحن نقول أنه مرض متعايش فيعيش معه فنحن نخلقني بيئة يعني بيئة اجتماعية متكاملة بين فريق العمل اللي هو فريق الطبي وبين الإنسان هذا بحيث أن يوم يوصل للمريض هذا يوصل عن نفس الطبيب لا يحتاج أن يرجع إلى طبيب آخر وكل زيارة طبيب آخر ويرجع ويعيد مرة ثانية الحالة المرضية أو التاريخ المرضي تصير مثل علاقة ودية علاقة اجتماعية ما بين المريض وما بين الطبيب نفسه هي نعم بالضبط لأنه أنت تعرفي كثير من الأوقات يوم تصير عند الطبيب كأول زيارة تحتاج أنك تتكلم عن التاريخ المرضي لك من متى صار هذا وكيف الإجراءات ومن متى بدأت فهذا نحن عندنا نحن أول يوم يكون النقاش بينك وبين الطبيب في هذا فالثاني زيارة خلاصة الدكتور يعرفك فتبدأ العلاقة الاجتماعية الودية تتكلم بينك وبين الفريق الطبي المعالج لك عن أمور شخصية يومك العادي شو سويت يبدأ يعني جزء بسيط منه بالنسبة للعلاج لأن الطبيب أردي عنده فكرة كاملة عنك وطبعا نفس الموضوع مع الأخصائي التغذية والتثقيف وما شابه ذلك الفريق الطبي كامل يعرف يعني وضعك أنت ويعرف أنك أنت يايبة تستقبله فيتم هاي الحلقة موجودة باستمرار طيب عبدالله أنا أبغي أتكلم عن عدد المراجعين ليوكم في المركز كم عددهم وأيضا شو هي الفئات العمرية اللي تستهدفون في المركز العدد المراجعين أخوية محمود نحن اليوم عندنا المسجلين في مركز دبيل السكري سبع تالاف ملف عندنا سبع تالاف مريض طبعا يعني النظام اللي متبع في مركز دبيل السكري نحن ما نهتم كثير في العدد بكثر ما نهتم نحن في الجودة جودة الخدمة سبع تالاف ملف بعد مش شوية على حجم الخدمات اللي تقدمونها نعم فالسبع تالاف مريض هذا مثل ما تفضلت عدد كبير ولكن نحن نهتم بالاستمرارية مثل ما ذكرنا في السابق أن هالسبع تالاف لازم نتأكد أن الكل أي على المواعيد اللي تعطى له سواء موعد الطبيب أو موعد الفريق العمل ويتلقى العلاج السليم في هذا الموضوع طيب الفئات العمرية اللي هذا الفئات العمرية نحن طبعا العيادة من قسمة إلى قسمين قسم الكبار المصابين بداء السكري وعندنا حاليا العيادة أيضا للأطفال فنقبل جميع الفئات العمرية الأطفال والكبار والأطفال حتى من أول يوم ممكن يحضر المركز جميل يعني عندكم عيادة متكاملة للأطفال المصابين بالسكري هذه مسألة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة على حسب معلوماتي هنا أريد أن أتكلم ما هي الخدمات التي تقدمها هذه العيادة نعم عيادة الأطفال مثل ما ذكرت أخوي محمود أول عيادة الحقيقة متكاملة وتعمل على نفس المنهج اللي نحن نتعامل فيه في عيادة الكبار يعني مع الطبيب الاستشاري غدد الصماء للأطفال موجود فريق طبي متكامل أخصائية تغذية ويعني خاصة للأطفال أخصائي التثقيف الصحي خاص للأطفال يعملون مع الطبيب بحيث أنه يتم إدارة حالة الطفل هذا من جميع الجوانب العلاجية حتى أنه هناك ما يصاب الطفل هذا مستقبلا بمضاعفات داء السكري جميل عبد الله يعني بين فترة وفترة أتينا بعض الرسائل على الواتساب ولا على وسائل التواصل الاجتماعي إنه فيه تم اكتشاف العلاج السكري فيه كذا كذا في المكان الفلاني فيه تم اكتشاف شغلة موجودة فيه المكان الفلاني لعلاج السكر تم اكتشاف الدواء الفلاني لعلاج السكري وأحيانا بعدها أطرش لك هل هذا الكلام سليم ولا لا فأنت ترد علي في هذا الماضي يعني أبغي بس أوجه رسالة للمستمعين لما يتلقون مثل هذه الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي شو ممكن قلهم؟ نعم مثل ما تفضلت أخوي محمود كثير من الرسائل هاي نحن نتلقاها والأفراد المجتمع ولكن حتى أنا أقدر أتكلم معاك اليوم على آخر يمكن رسالة وصلت عن طريق الواتساب بالنسبة لي يعني اكتشاف علاج جذري بالنسبة للمصابين داء السكري وحتى كان مذكور اسم الجامعة جامعة هارفد والولايات المتحدة الأمريكية بعد ما نحن يعني بحثنا في الموضوع بشكل أكبر فعلا هناك فيه كثير من البحوث يعني نحن ما نقدر نقول اليوم ما فيه بحوث وما فيه أمور بالنسبة للبحث عن علاج داء السكري ولكن البحوث جميعها أنا أقدر أقول اليوم في مجال البحوث وفي مجال الدراسات ما فيه هناك يعني برنامج حتى الآن تم اعتماده أنه فيه علاج شافي لمرض السكري والرسالة الأخيرة اللي تلقيناها نحن بالنسبة للعلاج هذا كان خاص لموضوع العلاج المستقبلي بيكون حق الأطفال بالنسبة لخلايا الجذعية طيب فيه سؤال من مستمع دائم للبرنامج بعبد الله يقول أنا من المراجعي مركز دبيل السكري وبالفعل فإن خدماتهم راقية لكني أطالب بوجود خصائي نفسي في المركز فمن خلال حديثي مع المرضى خاصة فيها تكبار السن لاحظت أنهم لا يتبعون وسائل وقاية من مضاعفات السكري الخطيرة وهذا راجع لأسباب نفسية حيث تسيطر عليهم حالة من الإحباط لأن السكري سيظل ملازما لهم إلى الأبد لذلك أرى أن المرضى بحاجة ماسة لدعم نفسي إضافة للعلاج الدوائي وشكرا أنا أحب أن أشكر بعبد الله على اتصاله وأحب أن أشكره على متابعة لهذه الأمور وأيضا أحب أن أبشره أننا قبل أسبوعين كنا في مقابلة مع أخصائية نفسية الموضوع نحن أصلا من ضمن الخطة العلاجية اللي نحن تكلمنا عنها الشمولية أيضا أخصائية نفسية لها دور يعني مثل ما ذكر بعبد الله كبير جدا في دعم الإنسان المصاب للسكري بهذا الموضوع ولكن نحن اللي أخرنا في الموضوع اللي الحصول على الشخص المناسب اللي يكونه ملم بالجوانب اللي تخص الإنسان المصاب بالسكري فقط ولكن إن شاء الله بشرة أنه خلال الأسابيع القادمة بتكون إن شاء الله موجودة معنا الخصائية جميل جدا جميل جدا أخوي عبد الله يعني طلعتوا التقرير السنوي الخاص فيكم هذا التقرير يا ترى شو هي أبرز المواضيع والإنجازات اللي تضمنها هذا التقرير أخوي محمود التقرير هذا طال عمرك يعني نحن كل سنة نصدر تقرير بالنسبة لي يعني مركز دبيل السكري سواء المقارنات المعيارية اللي نحن نسويها سواء المقارنات المعيارية الطبية مع الجهات العالمية الدولية أو المقارنات يعني الإدارية المعيارية بالنسبة للمؤسسات الحكومية اللي موجودة في الدولة وبالإضافة إلى الإنجازات والفعاليات اللي نحن نسويها ولكن أبرز الأمور اللي ذكرت في التقرير 2015 اللي هو يعني هيئة الصحة بدبي يعني مشكورة بالنسبة لتبني فكرة يعني دائما كل ما هو حديث وتقني بالنسبة للعلاج بشكل عام في هيئة الصحة بدبي ولكن بالنسبة لفئة اللي اتخصنا نحن مركز دبيل السكري إن شاء الله خلال الأسابيع القليلة القادمة بيتم يعني علاج جديد بالنسبة للمرضى المصابين بالسكر اللي هو الجهاز الاستشعار التلقائي اللي هو ممكن المريض يعرف المستوى السكر عنده في الدم بدون الإبرة فهاي إن شاء الله من ضمن الأمور اللي نحن يعني يعني عملنا عليها وإن شاء الله بتكون موجودة في مركز دبيل السكري هذا مرخصة أعتقد أنا شفت فيديو عليها يمكن وإخوة يا عبد الله أنه يتم باللمس شذا نعم ويطلع لك نسبة السكر نعم والله جميل هذا كان يعني أعتقد أنحما نكون في الإمارات أول دولة في الخريج ممكن نيبع هذا الجهاز ولا يعني من الدول الأوائل أقدر أقول يعني الإمارات بتكون من الدول الأوائل على مستوى الدول الخليج إنه بيتوفر عندنا هذا الجهاز والجميل في الموضوع إن الجهاز بيكون متوفر للأطفال وللكبار هني يعني بما أننا نحن تكلمنا على هذا الموضوع خلني أستعرض معاك التجهيزات والإمكانيات المتوفرة في المركز بما أنكم أنتم دائما ما تسعون إلى استقطاب الجديد نعم مركز دبي للسكري أخوي محمود مثل ما قلت لك يعني حدف إنشاءه ونظرة هيئة الصحة بدبي والدعم الكبير من الهيئة يعني أن مرض السكري يعني يستحال أن يتم علاجه بواسطة الطبيب نحن يعني نؤمن بهذا الشكل إيمان كبير جدا فحتى يكون المركز متكامل يعني المركز معد ومجهز من جميع الأمور اللي يحتاجها المريض سواء استشارات طبية علاجات تقنية إرشادات يعني كل الدعم اللي يحتاجه مريض السكري جميل أنا أبغي أتكلم عن موضوع وايد مهم عبدالله كنا نتكلم فيه قبل البرنامج أنا أدري أن قطعت عليك موضوع التقرير والإنجازات اللي فيه لأن حقيقة تقرير فيه الكثير من الأرقام والأحصايات المهمة لكن هناك بمعنى الوقت بدأ ياخذنا أبغي أتكلم عن دور المركز في نشر الوعي الصحي بمرض السكري وأنتو عندكم الكثير من المبادرات في هذا المجال تكلمت معايا قبل الحلقة في مبادرة جميلة خلنا نشارككم السمعين فيها نحن طالع عمرك كمركز دبيل السكري الخدمات لا تختصر فقط على المراجعين اللي هو نحن يعني نقصد فيهم المرضى بالعكس نحن عندنا دور حيوي كبير وجهة يعني تعمل على نشر الوعي بالنسبة لمرضى يعني أفراد المجتمع خارج المركز الهدف من هذا الموضوع أن أنت عندك فئة كبيرة الحقيقة من الناس اللي هم يعني ممكن أن يصاب بالسكري في المستقبل اللي هم بري دايبتك يعني فهذا نحن أيضا يعني نعطيهم الدعم الكامل والإرشادات أما بالنسبة للمبادرة اللي نحن تكلمنا فيها بالأمس مع معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة بدبي ورحب الصراحة بالفكرة وطلب مننا أن نحن نشتغل على الفكرة هاي وقال لنا أن يعني كل الدعم الكامل من عندينا اللي هي نحن بنعمل دراسة الحين بالنسبة له كيفية يعني تقليل الحد من الانتشار السمنة عند الأطفال فالموضوع هذا طبعا يحتاج إلى دعم يحتاج إلى جهات تربوية جهات حكومية سياسات يعني مثلا من المجلس على أساس أن يكون البرنامج يعني وطني وبرنامج يحد من انتشار السمنة لدى الأطفال ومركز دبي الحمد لله عندنا الإمكانية الكبيرة جدا عندنا فريق طبي كامل بنسبة الأطفال لعمل الدراسة هاي ان شاء الله خلال الفترة القادمة جميل لأن السمنة يعني واحدة من الأسباب الرئيسية اللي ممكن تؤدي لأمراض كثيرة ومنها مرض السكري فهذا الاهتمام الكبير وهذه المبادرة الجميلة حقيقة تصفي ضمن المبادرات الكثيرة اللي تقوموا فيها في مجال التوعية بمرض السكري عبدالله يعني في ختام هذا الحوار أنا بعطيك دقيقة نقول اللي تبغي تقوله الرسالة تبغي توجهها للمجتمع الشي اللي تبغي توصلها للناس من خلال هذا اللقاء أنا في الحقيقة حب أن أشكركم أنتوا جزء يعني كبير جدا لدعم الانتشار أو دعم يعني الوعي بالنسبة للمصابين بداء السكري في المجتمع دوركم كبير حاوي كل الشكر والتقدير وبالنسبة للمصابين بداء السكري أنا أطلب منهم أن يستفيدون قدر المستطاع من مركز دبي للسكري مركز دبي للسكري مركز متكامل والشمولي مثل ما قلنا وفيه كثير من المجالات اللي يحتاجها الانسان المصاب بالسكري استشارات دعم اللي يحتاج الانسان موجود عندنا نحن في مركز دبي للسكري عبدالله جمع الحلوب كان معانا في الستوديو وهو مدير الشؤون الإدارية بمركز دبي للسكري نحن شكري لك هذا التواجد عبدالله ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق ونتمنى للجميع العاملين في هذا المركز الجميل حقيقة اللي أنا لاحظ فيه دائما أن حتى العاملين فيه هناك يعني فيه اختلاف ما بين التواصل معاهم لأن دائما مبتسمين دائما الواحد يشوفهم مهتمين وايد بحتى بالنسبة لنا كإدارة إعلام أن لما نتواصل معاهم نقوله من أبغيهم في مبادرة معينة في تثقيفية توعوية الجماعة جدا متعاونين إن شاء الله الجماعة جدا متعاونين والمخرج يأشر لي أن الوقت خلص على فكرة المخرج يعني وايد يمدح المركز شكرا إذن كل الشكر عبدالله الله يبارك فيك شكرا جمعة والشكر موصول لمخرجنا عيسى سبيل وأيضا كل شكر لأخت نور نزال من التنسيق والشكر لكم مستمعين الكرام على تفاعلكم وعلى اقتراحاتكم وأيضا هذه تحياتي محمود يوسف العري وحتى أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع موضوع آخر وموضيح حقيقة طبية أخرى تقبلوا تحياتي ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر